هلو هلو شانكم حبايب هلو هلو مالتي اليوم من من اوروبا ووية اجواء البرد والضباب والانجيمال شانكم حبايب مستقبل لكم كلش هواي لا تنسوا تخلووا اللايك و سووا اشتراك للقناة وتجون ويايا اليوم بيتسوق وبيشغلات كلش حلو الفيديو رح يتعجبكم والاجواء لانها اتجنن فعلا بس رح نشرب قهوة الاسبرسو او قهوة الاسبرسو وزين اناكلوا اياها تحلاية بما انه العائلة كلها مجتمعة اهل زوج حماتي كلهم مجتمعين عائلة زوجها وهذا الشغل شغل الكيك سوت ام زوجها طبعا ها على فكرة باوروبا الحماية يعني يقصدون بيها ام الزوج مو مثلا احنا اخت الزوج بالعراق نسميها الحماية زين فهذا شغل ايدها واكلاتها تخبل وتجنن واكيد رح اشاركوا ياكم طبخاتها واكلاتها ان شاء الله بالفيديوهات القادمة بس وشان كيكة خمفشارية طعمها كان روعة والذوب بالحلق تخبل هنا قهوة الاسبرسو انا راح اشربها بالشكر لانه بتنشرب الواحد هي جماعة قوية ازين بس طعمها فشي كلش طيب فاشتي معنا احنا نودعنا ناكل تحلاية ونشرب قهوة الاسبرسو من ايد اخت زوجي جانت تخبل وبعدين راح اخذكم بمشوار كلش حلو فاقول لكم من وصلنا لسه دق مطر ومده نقدر نطلع حتى نطلع ونرش عن البيض كلها اجواء المطر وبرد انجماد برد قارصة هنا يا جماعة ويكون نزل فرش طبعا بالايام القادمة اكيد راح اشوفكم الاجواء امالتنا ازين وندخلنا راحين للمول والحبايب جانا وداي فرفرون ازين ورحنا عم نستويق طبعا الديجاج الان اشغلو لكم يبقى كثير من وصلين به صدر دجاجه بوحد دجاجه كامله ترديه هالشكل افخاذه بوحد جوانحه بوحد طبعا اكيد دائموج ودائي شغلات ادنى بالعراق بس ماحدنا لحمثل وما الدجاج فهم حتى صدر الدجاج ثارمي ومسوين نقانق شوفوها فرش جديدة فمخليها وستيكات ايضا ما صدر دجاج وبرقر ما صدر دجاج الاسعار خيصة يعني حشارككم الاسعار كلها حتى تعرفون شن الاسعار وهذا جزء بسيط من المسواق مالتنا يعني احنا جاننا رايحين اكثر من مال ومسوغين اكثر من اربع عرباين لانه ديجون خطار يم اخة زوجي يعني اهل زوجها قريبين علينا في يوميا نجتمع فلذلك نازم نستوى كهواية فهي خطيه جايب اشكال الوان حدثة عن مصارفه ولا دينار كل شيء اخة زوجي هي تصرف كل المصاريف مالتنا عموما هي تقوم بها يعني هاي بناده يسألونش قد تصرفين كل شيء مصارفه آني مثل انتو عندكم اخة زوج مثل اخة زوجي عندكم هي تحماية طيوبة وحنا الاجبان والخضار واللحوم والمرتدلة بكل انواعها والالبان يعني اللبنها من اشكال الوان طبعا اهل اوروبا غنيين على التعريف كلكم تعرفون هاي شغلات بس ان اذا اشرح الاهل البغداد اخاف يعني يجيني في التعريق دا اقول لكم ترا الكلام ما موجه لكم لان كلكم تعرفون اللي باوروبا عايشين هاي الاجواء ومو غريبة عليكم بس هاي البغداد لازم نشرح لهم ونوضح لهم بعض الشغلات مو زين هاي الصلصات اهنان باشكالها المختلفة اللي يخلوها على البيزا وايضا على كل الاكلات لانه اكو هواية اكلات تدخل بها صلصات حتى التتبيلات مع الدجاج واللحم ايضا نخلي بها الصلصات وهنا التحلاية ايضا موجودة كل شي موجود يعني ماكو شي مو موجود اكيد ولو احنا بغداد هم كل شي موجود بس هنا العجواء تختلف لانه بعض الشغلات مختلفة عن الموجودة بغداد ولو بنسبة 70 ملمية شغلات موجودة نفسها ببغداد وعني نفسي اشتري من عدو بغداد فهذا اشعاركم كل شي موجودة هوا والاسعار مرته بعد الكورنفليكس طبعا شنو الكورنفليكس اشكال الوان هم موجودة اكو محشي واكو ما محشي والكنينيكس ايضا اكل انواعها والشي الحلو اللي يخلوه باليضل دائما يخلوهن اغراب منزلية ازين او ملابس او اشكال يعني او اجهزة كهربائية او معدات يدوية او اطفال فدائما كل اسبوع تلقون شغلات تكون نازلة جديدة ومختلفة عن الاسبوع اللي قبله واللي بعده واللي وراه وهاكذا فحبيت اشاركم حتى لا تشوفون شي غريب انه عملكم اني ما موجودة ببغداد ما رح اطلق لكم الفلوغات ما التسوق لا وين ما اروح اصور لكم الفلوغات التسوق ازين احنا النساء نموت على شي اسمه شوبينج وتسوق اي شاء الله تنحبها ونقشقها طبعا احنا حتى الموطة موجودة اشكال الوان واللحوم والاستيكات والمقرمشات والخضار المجفف كل شي حتى العجائن يعني العجينة مع البيتزا اكو جاهزة مدوخين بها تلقيها جاهزة ترحيل بس السوين بيتزا هي ومختلف العجوان يعني العجينات مع الشي سمها هاي اه نسيتها تراني دا خربط لانه شنو مدعش بعنوم مدعش بعنوم دا قد من وقت باع الالبان الالبان اني متعودة ببغداد وين اقعد بالوحدة بالثنتين اني وجهالي عبيبي ومو بس يتي اه اعتقد راح نسمع همينة لان كل يدا تمكننا 3 وجبات ياجماعة ما اضلت السناخات بين الاكلات واحنا بغداد شننا نااكل بس وجبتين فكل ما نطلع همينه ناكو شغلات بين الوجبات بيتزا مين بتمشون اهنان بيتزا وكل انواع البيتزا موجودة مو مثل نبس يعني تنسويها بغداد نوعين او تلافة يعني اكو شي بالخضار واكو شي فقط بالنقانق او باللحم او بالدجاج او يعني بالاكتر شي بالشاور ما اهنان ما اكو هاي الانواع بالخضار ايه تلقين بس شنو يعني بس بوتاتا اا وياها شوية لحم اوكي بعد شنو ادهم ادهم الشجر همينه اا همم سوي على شكل بيتزا واشسمها بعد صلصة وجبن همينة موزاريلا والصلصة الحامرة واكو بس صلصة واكو اصلا يعني اكو بيتزا فارغة تجي اسمها اا خبزة الفوشكا حسنا نسويها مع نفد يوم ان شاء الله واحنا نالاجواء مع الضباب يعني شوف الضباب اخير شي ينزل للضباب يعني ويا انا من يمشي الضباب يصير بادي انا اوزين اه لاوروبا كلهم يعرفون هاي الاجواع واحنا نه طالعين انو حماتي بسيارتها وجهر مالتنا اكيد ودن فرفر ونهنانة وخلاص لفلوغ مالتنا اكيد اشاركم الفلوغات كلش حلوة ممتعة وشيقة بس لا تنسوني اللايك واحبكم كلش هو يوم